تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أقيم حفل افتتاح وحدة تشخيص وجراحة الأورام بمستشفى الكندي وذلك بحضور الدكتورة مريم الجلهمة رئيس التنفيذ للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتعتبر وحدة تشخيص وجراحة الأورام هي الأولى من نوعها في المملكة سيتم من خلالها تقديم خدمات استثنائية تظاهر المستويات العالمية في هذا المجال بكوادرة طبية بحرينية من الخبراء والاستشاريين والفنيين المتميزين وبتقنيات تكنولوجية شعاعية متقدمة جدا هي الأولى أيضا من نوعها في القطاع الصحي الخاص